مشروع ظل يروح مكانه طارة يخبو عنه الحديث وأخرى يتصدر المشهد بقوة لكن مصر مؤخرا فتحت باب الاستثمار على مصرعيه في مشروع الضبعة النووية الذي تعتزم إنشاءها حيث تتنافس ثلاث شركات على إقامة أربع محطات نووية سلمية لسد احتياجات بلد تجاوز تعداده التسعين مليون نسمة من الكهرباء ومن المقدر أن تصل الطاقة الانتاجية لكل محطة من تسعمائة إلى ألف وستمائة ميجاوات وهو ما يوفر نصف احتياجات مصر من الطاقة ومليار دولار سنويا من مصرفات الطاقة وعلى الرغم من أن مراحل التفاوض والمفاضلة شارفت على نهايتها إلا أن التمويل بات العامل الحسم في اختيار الجهة المنفذة للمشروع المخطط أن هناك أربع مفاعلات في أرض الضبعة وأعتقد أنه هيبقى ده جزء إضافة جيدة للطاقة في مصر بالإضافة إلى أن الطاقة النووية ليس بس توليد كهرباء لو تم هذا ستكون إضافة قوية جدا نستطيع بها إمداد شبكة القومية للطاقة وإنشاء محطات تحلية لأن تحلية المياه في هذه المنطقة يبقى شيء مهم للمساهمة في استزراع المليون ونصف فدان المعظمهم هيبقوا في منطرة السحل الشمال وتزامنا مع قطع مصر أشواط طويلة صوب التحول إلى دولة نووية سلمية إلا أن ثمة أولويات للإنفاق يضعها المسؤولون تسعى بها مصر لتنويع مصادر تسليح جيشها فبوصلة التسليح اتجهت مؤخرا سوبا روسيا طارة وفرنسا طارة أخرى حتى وصل إجمالي صفقات مصر خلال العام الحالي لتسليح الجيش لنحو واحد وثمانين مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعين مليون جنيها في وقت تواجه فيهم مصر أزمة اقتصادية من بينها توفير الدولار وعجز الموازنة في أولويات وبالتالي إذا كان أنا بتكلم على مسألة أمن قومي نمرة واحد يبقى مهم أن أنا أدبر الموارد لهذا الأمن القومي لأنه هذا أمن وجود وبالتالي أمن الوجود يستدعي منك أنك أنت تكرسي كل جهدك إلى أنك تؤمني وضعك عشان تقدري بعد كده تقدري تعملي تنمية وانت مؤمنة لكن لو عملت تنمية وأنفقت على تنمية وأهملت هذا الجانب من الممكن أن جهودك في التنمية تبقى مهددة بشكل كبير بخطة ثابتة إذن تسير مصر ما بين اتخاذ خطوات لتحقيق الاكتفاء من مطلب حياتي كالطاقة وآخر أمني كتسليح الجيش فيما يبقى التمويل العامل الفصل في كلا الأمرين إذن على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة إلا أن مصر باتت قابة قوسينيا وأدنى من تحقيق مشروع الضبع النووية ومع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة لجأت وقطعت شوطا طويلا نحو تسليح جيشها بعد أن فرضت تلك التحديات واقعا جديدا لا صوت يعلو فيه فوق صوت التسليح ناد عبد السلام سين بي سي عربية القاهرة